أبطال الموجود إن شاء الله في الإمارات والحقيقة كان لما هنشوف طبعا اللي تكتب أو هتقولنا الجواب يا شميل الجواب اللي تكتب قدام حضراتكم طبعا أرسل النادي الأهلي خطابا اليوم لاتحاد المصر قرط القدم طبعا في تأجيل مباراة الأهلي في السوبر المصري يوم واحد فقط تقام المباراة الأولى يوم 26 و وعلى تكون المباراة تانية إن شاء الله يوم 29 الفريق الزمني ما بين وصول بعثة النادي الأهلي للأمارات وموعد انطلاق المباراة الأولى بالسوبر 24 ساعة فقط أوضح النادي في خطابه أن الفريق الأول لقرط القدم خاد منذ بداية الموسم مشاركات متلحقة في البطولات المختلفة بدأت بالسوبر الأفريقي في المملكة العربية السعودية ثم الدور الأفريقي لقرط القدم بعدها الدور العام المصري وأيضا تم استكمال بعض جولات بطولة الكأس المؤجلة من العام الماضي ثم خوض بطولة دوري أبطال أفريقي ولحقتها المشاركة في كاس العالم للأندية ثم التوجه مباشرة للإمارات للمشاركة في بطولة كاس السوبر المصري بنظامها الجديد فضلا عن مشاركة طبعا العديد من عناصر الفريق في المنتخبات الوطنية خلال مشاركتها الودية والرسمية على كافة المستويات طوال الفترة الماضية كل هذا شهد مباريات مضغوطة ومطلحقة أرهقت اللعبين والجهاز الفني بدنيا وزهنيا بشكل غير مسبوك الحقيقة لو حسبتوا يا جماعة النادي الأهلي خلال الثلاث شهور اللي فاتوا هو بيتكلم في سبع بطولات سبع بطولات بياخدها النادي الأهلي في ظرف ثلاث أشهر بتتكلم على السوبر الأفريقي دوري الأفريقي بتتكلم على الدوري المصري بتتكلم على كاس مصري اللي فات أدي أربعة بتتكلم على بطولة أفريقيا أدي خمسة بتتكلم على كاس العالم للأندية أدي ستة بتتكلم على بطولة السوبر الجديدة المقامة في الإمارات سبع بطولات خلال المترجم للقناة